من الأمراض النفسية التي في ظني خصوصا أحد تخصصاتي فيما بعد التخصص الإضطراب الوجداني ما هو ذلك النوع من الإضطراب الوجداني الذي أعتقد أنه منتشر وأراه بشكل شبه يومي بل الحالات التي لا تأتي إلى العيادة هي أكثر من الحالات التي جاءت إلى العيادة أو تجيء إلى العيادات ما يسمى بالهوس اليسير ما هو الهوس اليسير ما هو الهوس الهوس هي نوبة تستغرق سبعين ثلاثة وعادة أطول من هذا بكثير قد تصل إلى أشهر ستة أو ربما لو تركت بلا علاج قد تصل إلى العام فيها كلام كثير تنقل بين الموضوع تطاير في الأفكار مشاريع ضحمة شعور بالثقة المبالغة فيها بالنفس نوم قليل ونشاط زائد خلال النهار يعني ليس منهكا خلال النهار كلامه كثير جدا يتصل على الناس آخر الليل ويتكلم ما هو هذا رفيزنا الأول تماما ربما يتعدى على الآخرين بالشتائم ربما يكون إنسانا صالحا تقيا فيصبح لسانه بذي فيظنونها وقليل الحياء هذا هو الهوس بصورته الكاملة أو شبه الكاملة يأتي هناك ما يسمى الهوس اليسير أو الهايبومينيا وهيضا هو درجات ربما يكون تناقص يسير في درجة النوم زيادة يسيرة في الكلام وخصوصا لو كان خجولا يفرح به من حوله ويفرحه بنفسه لماذا؟ يا خشعرني منطلق أشعرني يا خماني تعبان يا خشعرني ما نمت ضايق أنا أيها الإنسان ولذلك ربما يفرح بحالة الهوس اليسير كان منعزلا على الناس فيختلط بهم اختلاطا جيدا كان ذلك الإنسان يتخوف بعض الأمور فبه يكثر جرأة ربما تتساءل أو تتساءلين سيدتي سيدي طيب يا أبو علي واشتخل كم هذا؟ الرجال تحسن مرتاح لحلو مرتاحين المشكلة في هذا أن بعض الأعراض تتجاوز حدها الأمر الآخر أن هذه الأعراض قد تعيق انطلاقه في الحياة فيدخل في صدامات مع الموظفين الآخرين الأمر الثالث ربما الهوس اليسير يتجاوزه إلى المتوسط أو الكبير تماما أمر رابع أنه قد تأتي نوبات أخرى من الكآبة هي نوبة هوس يسير يرجع لطبعه ثم نوبة كآبة وهذا ما يسمى الاضطراب الوجدان من النوع الثنين فعلاج هذه النوبة مطلب أساسي حتى أحمل إنسان من الاضطراب الوجداني رقم اثنين اللي أحد نوباته الاكتئاب الشديد تماما إذن إدراك هذه النوبات مهم لأنه قد يؤدي إلى استخدام بعض المسكرات أو بعض المخدرات يؤدي إلى مشكلات وخلفات زوجية كثيرة لماذا؟ لأن هذا الإنسان يكون في جرأة غير المعتادة ربما يبدأ يبدأ يطالع زمان كالرأس في الأرض مش لأنه تقي لأنه بطبعه ساكن ذلك الإنسان أو ربما نوبة اكتئاب وهو مخدر نفسيا ذلك الإنسان أما مع الهوس اليسير يسلم على الناس كلهم زوجته وش فيها الرجال تغيير أهله أمه أبوه ولو كان مراهقا وفيه حيوية في أصله ثم جاء الهوس اليسير وأصبح أكثر حيوية لربما دخل في التصادم مع الآخرين وهذه أزمة كبرى يجب أن نفطن لها إذن أي خروج عن المألوف تساءل حوله ارفع السماعة هناك خدمات تقدمها وزارة الصحة في العالم العربي في مختلف الدول تساؤلات ربما تضح تساؤلا معينة يحمي ذلك الإنسان من تدهور مستقبلي يحميه من تدهور حالي لا تدري عنه ربما تتأثر دراسته حينما تأتي نوبة الهوس الصغرى وإذا بذلك الإنسان دائما في مشاكل مع مدرسيه يقطع الأستاذ ليش لنه ما يقدر يصبر من الأسئلة والله زين يتساءل كويس التساؤل بس قطع كلام الأستاذ مو بكويس تغير هل ولد هذا لكن المدرس من زعج منه يجب أن نفطن لهذا وإن أنسى لا أنسى ذلك الطالب الجامعي الجامعة كل ما له المدرس يصادمه خاصة ذلك المدرس لا أنسى كان شخصيا قلق جدا ومتعودا على الطالب بشكل فظنه أنه قليل أدب يا سيدي لم يكن قليل أدب إنما كان مصابا بنوبات الهوس اليسيرة المتكررة فأحاق التخرج لأنه لم يدركها عالجناه فاستقر فأفخر به أنه يحمل الدكتوراه الآن ترجمة نانسي قنقر